نعم سادسوق من مارد القانتون إلى مارد الصين الدولي للتجارة الخدمات وإلى مارد الصين الدولي لإستيراد شكلت صين ثلاثة منصات رئيسية لإنفتاح على العالم ففي رأيكم ما هو الدور الذي يلعبه هذا المارد في التعزيز التبادل والتعاون بين الصين ودول العالم في مجالات التجارة الخدمات وأيضا ما هي الإنجازات التي حققتها هذا المارد عام 2021 لا شك أن هذا المارد يطلع بدور كبير وهم في تعزيز التبادل والتعاون بين الصين التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى في الحقيقة هذا المارد هو أول منصة شاملة في العالم متخصصة في تجارة الخدمات وهذا المارد يغطي القطاعات الاثني عشر التي حددتها منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة الخدمات في الحقيقة في العام الماضي عندما تعرضت التجارة العالمية لضربة كبيرة جراء جائحة كوفيد-19 هذا المارد لعب دور كبير في تعزيز التجارة العالمية خلال العام الماضي كذلك أيضا خلال الأشهر السبع الأولى من هذا العام وصل حجم تجارة الخدمات في الصين إلى أكثر من 2.8 تريليون يوان أي ما يعادل حوالي 434 مليار دولار بزيادة 7.3% على أساس سنوات أعتقد أن دور هذا المارد سيتنامى في الفترة المقبلة مع الرسائل التي أرسلها الرئيس شيجين بن خلال مراسم افتتاح هذه الدورة من المارد حيث أعلن الرئيس الصيني أن الصين ستفتح أبوابها على مستوى أعلى أمام تجارة الخدمات من خلال تطبيق قائمة سلبية لتجارة الخدمات العبرة للحدود على مستوى البلاد وكذلك أيضا من خلال تطوير مناطق عرض وطنية من أجل التنمية المتفرة بتجارة الخدمات فيما يتعلق بها الإنجازات التي حققها المعرض خلال هذه الدورة فممكن نقول أن عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض ارتفع بنسبة وصلت حوالي 52% حيث هناك حوالي 12 ألف شركة من داخل الصين وخارجها تشارك بهذه الدورة وكذلك أيضا ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 153 دولة ومنطقة خلال هذه الدورة بزيادة خمس دول عن العام أصبابك وكذلك أيضا ازدادت مساحة المعرض خلال هذه الدورة إلى 130 ألف متر مربع بزيادة 18% عن العام الماضي كذلك أيضا لأول مرة في المعرض يتم خلال هذه الدورة إنشاء قسم مخصص للخدمات الرقمية وهذا يشير إلى تركيز هذه الدورة من المعرض على الخدمات الرقمية بشكل خاص نظرا هي الدورة الهم الذي تلعبه في ظل تفاشي جائحة كوفيد 19 حول العالم